ومشاهدين من جديد إلى الكاتدرائية بالعباسية وقداس عيد القيامة المجيد وينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم دعنا في أجواء الاحتفالات بعيد القيامة كل عام وأنتم بخير وكل عام وجميع المصريين بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد بالفعل الاحتفال هنا على أشده العائلات والأطفال الرجال والسيدات جاءوا بالفعل ليحتفلوا اليوم ويصلوا بسبت النور وصولا لساعة الثانية عشر مساء ليبدأ عيد القيامة المجيد وهو العيد الخاص بالتوقيت الشرقي هنا من الكاتدرائية المرقصية بالعباسية بحضور البابا توضرس بالطبع يعني تحدثنا مع المواطنين الذين جاءوا على أفضل الملابس الخاصة بالعيد وأنزاها ربما أننا تحدثنا معهم جاءوا ليصلوا في هذا العيد ليحتفلوا سويا وليحتفلوا وليصلوا من أجل مصر وليصلوا أيضا من أجل الصداقة والحب والسلام بعد 55 يوما من الصيام وأسبوع الألام وخميس العهد والجمعة العظيمة اليوم سبت النور وهذا النور الذي يأتي للشموع هذا النور الذي لا يحرق ربما تحدثنا أيضا مع المواطنين الذين رصدوا وجود بعض الوزراء هنا في الكاتدرائية المرقصية وأيضا وجود بعض نواب مجلس الشعب الذين تواجدوا اليوم ليؤكدوا على اللحمة الوطنية وأيضا الاحتفال بالعيد ولو يؤدوا صلوات العيد عيد القيامة المجيد هو السبت سبت النور وغدا بالطبع عيد القيامة وهو يوم الأحد يبدأ من الساعة الثانية عشر مساء وأيضا الاحتفالية ليست فقط داخل الكاتدرائية ولكن أيضا من حول الكاتدرائية ترى المواطنين يرتدون هذه ربما ملابس العيد وأيضا الابتسامات التي رسمت على وجوههم خصوصا أنها المرة الأولى بعد الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا يأتون اليوم بوجود كل هذه الأعداد بجانب بعضهم البعض وأيضا وسط عائلاتهم ليحتفلوا داخل الكاتدرائية نعم أشكرك جزيلا على الهواء مباشرة من مقار الكاتدرائية المرقصية بالعباسية كاريم بيبرس ترجمة نانسي قنقر